انك تخش على موقع مثلا زي ده انفينيتي فري وانفينيتي فري بيديني اه طبعا ده احنا ما شرحناهوش في الجزء اللي فات هنشرحه مع بعض سريعا دلوقتي برضو عشان تشتغلوا عليه بيديني سي بانل زي اي سي بانل مدفوعة قريبة منها يعني بحيس اعمل عليها موقع اي موقع مش لازم بس اي حاجة ومن ضمنها الورد بريس فطبعا انا دلوقتي عشان يبقى عندي اكاونت اه كل اكاونت بيشيل تلات مواقع يعني ممكن اعمل عليه تلات مواقع برضو وممكن اعمل ايميل تاني وهكذا اه الاتنين دول اقدر اعمل عليهم اكاونتات الورد بريس اللي انا هشتغل عليها ان شاء الله مع بعضينا في الكورس كل يعني مثلا البروجيكتس الحاجات اللي احنا التدريب حتى انا بدرب نفسي على حاجة ابدأ اشتخدم اعمل نفسي مثلا اكاونت للتدريب اكاونت مثلا بجرب عليه قبل ما بعمل حاجة وهكذا يعني بحيس تتمشي معي خطوة بخطوة باذن الله. اه طبعا انفينيتي فري هنا سهل ان حضرتك او ما تخش اقول مرة بس تقول ريجستر. طبعا انا عشان مسجل دخل على طول. اه لو طلعتك كده بس اوريكم. اه الساين اب هتخش على ريجستر هيجيب لك الخانة عادية جدا. هتحط ايميل وباسورد. والباسورد مرة تانية. وتقول دي. ساين اب هيبعت لك على الايميل. رسالة تأكيد تدس عليها. هتدخل على ايه? هتدخل على الموقع. طبعا دي يعني حاجات بسيطة بالنسبة لنا. هتخش هيدخلك بعدها لما تأكد على هنا. تدخل الايميل وباسورد بتعودك. تمام? وتخش ساين ان. طبعا لما بتدخل جوه هو بيديك تلاتة مواقع. يعني هنا بي بيقول لك الاكتف واحد من تلاتة. لان انا عامل واحد اهو اللي هو ده. انت ممكن تعمل آآ لغاية تلاتة. تمام? فاجي اعمل كريت اكاونت. طبعا لو فيه اعلان ولا حاجة عادي كده. آآ بعد ما نعمل كريت اكاونت هنا كده بيقول لي انت عاوز تعمل ساب دومين ولا كاستم. كاستم دومين لو معك دومين يعني آآ دوت كوم او كده مدفوع يعني. لكن هنعمل ساب دومين مسلا. بيقول لي اختار الاسم. طبعا تختار اي اسم. يعني مسلا انا لو اخترت اسمي طبعا لو متاح يعني. وبعد كده هنا بتختار ايه الانتداد اللي موجود بعدي يعني. دوت ايه دوت. فطبعا في حاجة تشوف حاجة تكون صغيرة شوية يعني مسلا دي حلوة دي صغيرة. مع عشان ما يبقاش طويل الويب سايت. هل هو متاح ولا لأ? آآ بيقول لي ان هو ايه متاح. مدام متاح خلاص. اكمل بقى. يقول لي حط الباسورد تمام? طبعا هنا الباسورد. حط اي باسورد بقى انت يعني طبعا. اعلم كل دلوقتي بيشوف الباسورد بتاعتي. آآ بس تعمل كريت اكاونت. كده عمل ايه? الاكاونت. بعد كده اقول له تحت. طبعا معلش فيه شوية اعلانات بما انه مجاني. فيعني لازم يرخم علينا شوية. هنعمل هنا بيقول لي ايه بتقعد كده بتاع مثلا تلات اربع دقايق. بيعمل هو يعني هو دلوقتي لسه ما اشتغلش. بيعمل آآ انشاء للاكاونت يعني. تمام? فانت كل شوية تعمل آآ ريفرش. ريفرش كده مثلا لغاية اما ايه? لغاية اما يشتغل. فلما يشتغل انا لو رجعت مثلا للي انا عملته يعني نستنى عليه كده دقيقة واحدة نشتغل. الموقع ده هيدينا آآ يعني اكاونت زي الاكاونتات اللي هي اللي احنا بندفع فيها آآ مثلا في شركات الاستضافة قريب. وده يبقى افضل للتدريب حتى بشكل عملي على حاجات تانية كتير يعني. فده اضافة انفينيتي فري بالاضافة للايه? البانثيون آآ دوت اي او. الدول اللي اتنين ممكن شغل لهم. في حاجات تانية كتير برضو يعني في آآ ويب آآ أو زيرو زيرو زي. آآ اللي هو ده. ده موقع برضو بيدينا آآ اصطافة مجانية ومن ضمنها وورد بريس. في موقع تاني اسمه كلاود. انا اودو كلهم وحضراتكم شوفوا الانسب. بس انا الانسب بالنسبة لي هما الاتنين قلتها لحضراتكم عليهم. في كلاود اكسز هنا برضو. بيدي اكاونتات وورد بريس كتيرة برضو. ده بيدي عدد كتير. بس ده تقريبا بيحتاج تفعيل بالموبايل او حاجة زي كده. وممكن تلاقي فيه بلاد مش مش بيفعل لها. فما تشتغلش معاك يعني حاجات زي كده. المهم يعني اه دول اللي هما المواقع اللي بتدي اكاونت وكده. نرجع هنا نعمل كده نشوف اشتغل او لا لا. اشتغل دلوقتي بقى ايه? بقى اكتف. اكتف كده خلاص. انا لما بخش على الاكاونت بقى بتاعي. طبعا لما رجعت كده لما بخش على الاكاونت بتاعي بلاقي الموقعين بتعوتي اهو. تمام? بقى اتنين من ثلاثة موجودين. اقدر اخش على اي موقع يعني اللي احنا عملناه ده مثلا او ده. بنخش عليه كده. بعد كده اخش على الكنترول بانل. الكنترول بانل ده اللي هو لوحة التحكم. لما بيعمل كده بيخش على الكنترول بانل. اول مرة ما بيخش اول مرة بس بيديني للرسالة دي بقول له اي ابروف. ده لما يكون اول مرة. بعد كده مش هتطلع لك تاني. يعني احنا دلوقتي كده عملناها الاول مرة. خش على سي بانل. نقفل دي كده نخش تاني مرة. اهو. خلاص دخل على طول عشان دي مش اول مرة. ده بقى الكنترول بنال بتاعنا اللي هو زي اي استضافة احنا عارفين هالي اشتغل مع استضافات قبل كده هيلاقي الحاجات زي كده يعني كلها. انا اقدر ان انا اعمل اه اضيف يعني فيه ملفات اللي حدق القاعدة البيانات ممكن اعمل كل الحاجات اللي انا بعمل. انا عشان اعمل هنزل تحت شوية خالص كده. لو انا عاوز اعمل بشكل سريع يعني فيه طريقة تانية احنا هنشوفها مع بعضها بعد كده. بس حاليا احنا عاوزنا نعمل الطريقة الاسرع. بنيجي تحت عند السوفتوير هنا. السوفتوير بنلاقي اللي هو السوفتا كوليوز ده اللي هو. ده بيعمل يعني زي تنصيب تلقائي او سريع لأي ابليكيشن من الابليكيشنز المشهورة من ضمنها وورد بريس. نضغط عليه كده. هيفتح لي الجزء ده. وعن ابليكيشنز كتير اهي من ضمنها وورد بريس. اجي اقول له انستول ايه? انستول وورد بريس. انستول وورد بريس بقول لي عاوز يعني اللينك يبقى اعمل ازاي? انا اقول له مسلا عاوزه يبقى اتش تي تي بي اس. يفضل تبقى الاس طبعا. عشان السيكوريتي. محمد علاء اه كزا. عاوز تعمله على نفس الموقع. يعني لو عاوز اعمله على الدومين الرئيسي. يعني اللي يخش على محمد علاء دوت مش عارف ايه. اه يخش على طول على الموقع. ولا عاوز يعني ده جوة فولدر فرعي. لو عاوز فولدر فرعي اكتب الفولدر الفرعي هنا. انا عايزه على طول على على الرئيسي يعني على الدومين الرئيس. طبعا هنا بيقول لي ما فيش اس اس لان احنا مش مشتريين اه شهادة امان. هنبقى نتعلم ازاي نجيب شهادة امان. فحاليا نمشيها عادي. تمام? زي كده. وبعد كده تحت هنا بيقول لي اكتب يوزرنيم. نشوف الباسورد اللي حضرتك عايزها. اي حاجة ونحفظها معانا طبعا. عاوز تسمي السايت دلوقتي والديسكريبشن اوكي. عاوز تسيبهم لغاية اه بعد كده ممكن نعدلهم. تمام. اللغة لو عايز عربي انجليش اي لغة تانية اقدر اختارها من هنا وهاقدر برضو لما اعدلها لما ادخل جوه. وانزل تحت اعمل انستول. تمام? اطلع كده لقيه ايه بيعمل انستول. خلاص. تم. بقداني اللينك بتاع الموقع. اللي هو اللي فيه الحتة اللي فيها الورد برس يعني. اللينك بتاع الادمن. الداش بورد يعني. هخش مسلا على الموقع نفسه هلاقيه. المفروض ان هو تسطب. يكون مسلا شوية كده. نستنى عليه كده شوية يكون مسلا يعني. تمام? المهم يعني انا بخش عليه من هنا وبخش على الادمن من هنا. تمام? بس هو لسه ما اتفعلش. نشوف اتفعل ولا فيه مشكلة في الدومين. ممكن الدومين ده نفسه اللي هو ار اف جي ده في مشكلة. تمام? فنجرب يعني. المهم انا هشوف اقول لكم على حاجة تانية نعملها. بعد ما انا بسطب دايما فوق هنا في حاجة اسمها الورد برس مانيجر. لما بدغط عليها بلاقي دايما كل الورد برس اللي انا بنزله. لان انا ممكن اعمل كزا على الاكاونت الواحد. يعني لها تلات مواقع بدمينات مختلفة. لكن انا جوه هنا ممكن اعمل انستول ورد برس تاني. بس ادي له مثلا بقى ايه? يعني فولدر يعني انستول ما عمل دوت ار اف دوت جي دي على اخلي فولدر اسمه مثلا اسم اي مشروع بروجيكت وان بروجيكت او اعمل كزا نسخة ورد برس هنا. ومش لازم احفظ بقى البسوردات بتاعتهم وكده انا ممكن اخش على المانيجر ومن اللوجين هنا ادخل على طول على لوحة التحكم من غير ما اكتب بسورد يوزر نيم مدام انا دخلت من ايه من هنا. نجرب اخر مرة وبعد كده ممكن نعمل حاجة كده اقول لكها ليه. طيب ممكن يكون في مشكلة ان الدومين نفسه فهنطلع بره خالص هنروح لانفانيتي فري بتاعتنا. تمام? وهنيجي على المواقع الهوم نرجع للهوم. اشوف كده الموقع ده برضو اه لان الموقع ده برضو معمول على نفس اليد. يبقى كده هو محتاج بس ياخد وقت. يبقى المشكلة مش في الدومين هو بس يبياخد وقت. لان ده متعامل بنفس الدومين وهيشتغل يعني. تمام? فده لو استنانا عليه شوية هنلاقي يشتغل. تمام? طيب اه لو دخلنا على الدومين الاولاني ده عشان برضو نجرب نخش على كنترول بانل نجرب نعمل تاني. هننزل تحت. هنروح على الاب انستولر ده. وهنعمل برضو الايه? الورد بريس. نعمل نفس الخطوات التاني. هنيجي اتش تي بي ده هنسميه حاجة تانية ولا نعرف الرئيسي هنخلي في الرئيسي. بعدين هاجي هنا اكتب اي حاجة. اي اسم? حتى لو اسمي الويب سايت نفسه. طبعا الباسورد. بعدين ننزل تحت نعمل انستول. لو انا عايز ارجع للوحة التحكم يعني الكنترول بانل برجع من هنا. هنا بدير الورد بريس. يبقى هنا برجع الكنترول بانل وهنا الورد بريس. تعال نشوف الموقع اللي نزل. اهو الموقع ايه? تمام ما فيوش اي حاجة. الموقع جديد خالص من الاول. ده الويب سايت. ده اللوحة التحكم اهي. لما اضغط عليها كده. اهي لوحة التحكم بتاعت الايه? بتاعت الورد بريس. وزي ما تعلمنا بقى ان احنا نعمل لكلام ده كله. ونبدأ نشتغل عليه. هروح دلوقتي للمانيجر. هلاقي موجود. واعمل لوجين. الا يحصل. هيخش على طول من غير بارسور ديوزرنام. الحاجة التانية فيه ميزة كويس. انا عملت الموقع ده. وعاوز اعمل عليه شوية التعديلات. بس خايف ان التعديلات دي تبوز الموقع. تمام? فانا اقدر اعمل ايه? اقدر اخد نسخة احتياطية. ان انا اعمل كده. افتح طبعا الايه السهم الصغير ده كده. وانزل تحت. الاقي في حاجة اسمها بيعمل كوبي عشان نعمل عليها يعني زي الاختبار ده يعني او كده. فتقدر تعمل حاجة زي كده. وممكن اعمل تاني وانقل يعني اعمل كوبي كلون زي ما هنتعلم برضو كزا طريقة هنا. اا نعمل نسخة من الموقع زي ما هو بالزبط. وقاعة البيانات بكل حاجة سواء بالبلاجينز او يا دوي كده منوال عن طريق هنا لما بنروح للكنترول بننقل ملفاتنا اا 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 وقاعة البيانات بتاعتنا. تمام. اا ده مبدئيا بس ان هو ايه. الموقع ده حبيت اقول لكم عليه برضو عشان يبقى داما ضمن الاختيارات اللي معاكم في عملية ان انتو يبقى عندكم اا اا اكاونتات تشتغلوا عليها اا اا وورد بريس.